أكد رئيس فلاديمير بوتين أن الوضع في الشرق الأوسط بات معقداً وأضف بوتين خلال استقباله لنظيره الفلسطيني محمود عباس أنه أجرى اتصالات مع الدول الإقليمية وقادة الدول الأخرى للبحث عن حل دائم للقضية الفلسطينية وبدوره أكد رئيس الفلسطيني على أن المنطقة تمر بوقت عصيب وعلى وجه الخصوص في ضوء توسع الاستطان الإسرائيلي كما عبر عن رفضه وعدم رضاه عن المحاولات الأمريكية لفرض قراراتهم على أكثر المشاكل حساسية ومنها القدس وأشار عباس إلى أن العلاقات الفلسطينية الأمريكية ليست كالسابق خاصة بعد قرار واشنطن بنقل سفاراتها إلى القدس طبعا بالنسبة لموضوع علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية تعرفون أننا الآن أوقفنا هذه العلاقات بسبب ما أطلقوا عليه اسم صفقة العصر والتي بدأوها بنقل سفارتهم إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ترجمة نانسي قنقر